دايماً بنشوف فيه فجوة كبيرة ما بين الأباء والأمهات من جهة وما بين أولادهم في مسألة التواصل بنشوف بعض الأمهات مثلاً بتكون مشغولة في تفاصيل وترتيبات البيت أو حتى عندها شغل وفي نفس الحال مع الأب الأب بيكون مشغول وطبعاً ومطحون في الشغل ودي حاجة لا خلاف عليه هنا بيجي السؤال فين ولادكم من ده كله؟ هل أنت من الأباء أو من الأمهات أو أنت من الأمهات اللي مخصصين وقت للحوار والتواصل مع أولادكم ولا لا؟ ولا كالعادة هيطلع المبرر الشهير والمعروف طبعاً عند الكلب أنا مش فاضي أنا عندي شغل وشغلي واخد كل وقت بنسمع الكلمة دي كتير حقيقة المبرر ده كرسة لكن قبل ما أكمل كلامي خلينا سأسألك أنت يا شازلي لأنه أنت عندك بنوتة أنت بتعمل إيه؟ هي تربية صعبة قوي بصراحة الموضوع صعب جداً جداً ومرهقة جداً وأنا بجد بأشفق على الأمهات من اللي بيعملوهم مع أولادهم سواء أولاد أو بنات في المدرسة وفي المراجعات اللي معهم باستمرار وفي الترتيبات سواء في المدرسة أو للبيت أو الأمهات اللي عندهم أشغال لكن في نفس الوقت لازم الأب بيكون موجود مش مسألة فقط أنه بيصرف على الأولاد لا لازم يكون موجود أنا مش هقولك أن أنا بتكلم معها كتير بس فعلاً بحاول مثلاً وهي راجعة من المدرسة راجعة طبعاً مش طائقة نفسها أكيد وهي راجعة من المدرسة أحاول يعني أتكلم معها شوية أو قبل النوم عملت إيه يوم تكماشي إزاي في المدرسة فتبتدي تحكي يعني لو هي يعني لو قادرت استحملني يعني وبالها رائع شوية ممكن تبتدي تحكي مثلاً فتحكي موضوع حصل في المدرسة فنبتدي نتكلم طب هو ده صح تقولي لا أو أنا مش عارفة هو صح ولا غلط طب لو هي بتعمل حاجة غلط وأنت عايز بطريقة من غير ما تبقى يعني معاها عنيف شوية إزاي بتصح لها الفكر بزيتما المشكلة هنا بتبقى ساعات مش في الخطأ اللي هما بيقعوا فيه على قد ما التفكير نفسه إنت محتاج تزبط طريقة التفكير عشان منها الأعتتيود نفسه أو طريقتهم في التعامل تبقى كويسة بتعمل إيه بقى؟ كلامك صح وفيه أوقات كتيرة جداً بحاول أن أنا أوصل اللي عندي بطريقة غير مباشرة في الحواديد بتاعت قبل النوم يعني هي من الناس اللي تحب تسمح حدوت قبل النوم فبقيت قاعد أقلف لها قصة يعني أنا مش من الناس اللي بعرف أقلف قوي بس بقعد أحاول أقلف لها قصة يكون في نهاية القصة دي حكاية لطفل الولد مثلاً ما بيسمعش كلام بابا اتأخر راح مشوار وتأخر فبابا زعل منه وكان هيجيب له هدية فعاقبه قالوا لا أنت مش هتنزل فبعد كده الولد بقى يسمع الكلام بعد فترة بابا جاب له هدية عشان هو فهم بحاول أجيب لها الموضوع بالشكل ده برضو نحن نعلمها أن هي تبقى متعاونة يعني أنا برضو في بعض الأوقات باعد أتكلم معها في الموضوع ده نحن لازم نتعاون مع زميلنا سواء في المدرسة أو أرايبنا شغل البيت كمان على فكرة مهمة شغل البيت أو أرايبنا اللي هو مسننا فأقعد أحكي لها قصة ولد وبنت كانوا مثلاً كل واحد فيهم عنده لعبته وكل واحد متمسك يلعب بلعبة التانية فيحصل مثلاً مشكلة ما بينهم هما الاتنين فييجي باباهم يقولهم لأ أنا بعد كده هجيب اللعبة أو الهدية ليه كنتوا الاتنين في نفس الوقت تبقى الهدية بتاعات كنتوا الاتنين تلعبوا بيها مع بعض فهم يعرفوا أن ده غلط ويبتدوا يتعاونوا مع بعض في اللعبة فبعاود أجيب لها يعني قدر المستطاع قبل أنهم كده أحكي لها قصة أو حاجة أو حكاية يكون في نهايتها معلومة معينة أو حكمة معينة أو حاجة معينة تتعلمها بطريق غير مباشرة زي ما تقول يعني كنا متعودين أكتر أن الأمهات لهم دور أكبر في تربية الأولاد لكن الأخبار الحلوة قريط إحصائية كده من قريب يشازلي بتقول أن حوالي 3% أكتر أو ممكن الرقم ده يزيد أو يقل بس في الحدود دي من الأباء الميلانيالز أو الموليد التسعينات وبما فوق بيشاركوا في تربية الولاد وبيقللوا نسبة مثلا وقت شغلهم وبيقضوا الوقت الزيادة ده مع الأولاد طبعا الدراسة أنا واحد من ضمن الناس اللي شاملتهم الدراسة فبيقضوا وقتهم مع الأولاد عشان لو ما حصلش كده ده يسبب مشكلة كبيرة قوي نفسية واجتماعية عند الأولاد لأن عدم التواصل معاهم هيوصل لنتيجة سلبية المحصلة في الآخر هتكون لما طفلك يجبر هيرفض أي طلب أنت بتطلبه منه هتعودوا تتكلموا مع بعض هيبقى فيه خلافات واعتراضات على أي منقشة موضوع اللي هتفتحوه هيبقى فيه نوع من أنواع اللي عند مش بتقبل منك أي حاجة مش بتقبل كلام اقتراح حلول عشان أنت حتى تساعدوا يغير من طريقة التفكير يعني ساعد كتيرا بيبقى تفكيرهم غلط في حاجات كتير فيبقى بشوف أنا ناس كده يعني أباقوا أمهات يعلبوا ده بإيه؟ بأنه هم يعقبوا يعنفوا يضربوا في أحيان بيقلب الموضوع لشخصية عنيدة أكتر كنا لسه بنتكلم قبل الهوى على طول الأولاد دلوقتي بيسألوا كل حاجة ليه 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 ولازم أنت كأب لأن دي مسؤولية أو كأم مسؤوليتكم أن أنتوا يبقى عندكم أجوبة على اللي اللي هم بيسألوها دي شفت كمان يعني دوكومنتري كده قبل كده كان بيقول أن لما يبقى ما عندكش إجابة حقيقية أنت بقتنع بيها أو عارفها معلومة حقيقية على الأسئلة دي أنت ممكن تقول طب أنا هرجع لك تاني أنا معرفش أنا ممكن كبير يبقى ما عنديش المعلومة مش يزم يبقى عندي كل المعلومات هارف وهرجع لك تاني أو هرجع لك تاني وده هيزود مصدقيتك عند أولادك ده كمان هيعلمه أنه هو يعمل سيرش على المعلومة يعني أنت كده كمان بتعلمه حاجة أنك بتدور على معلومة مش موجودة عندك وعايز تعرفها مش عيب أنك تقول مش عارف وتدور لكن فعلا زي ما بسألتك كانت بتقول إحنا وإحنا صغيرين كان اللي بيتقلنا كنا بنسمعه وطبعا الجيلنا والجيل اللي قبلنا والجيل اللي بعدنا يعني في موالين الثمانينات والتسعينات كنا والناس كلها عارفة كنا ماشيين بالنظرة ممكن والدك يبصلك البصة بس أنت ترتاجع عن اللي أنت بتعمله لأن أنت عارف أنه ممكن يعقبك طبعا أنا عملت إيه غلط آه طبعا كنا بنخاف من النظرة من بصة واحدة كنا بنخاف دلوقتي الوضع مختلف أنت بتبصيلي ليه هو عايز يفهمه بصول ليه كان مثلا يقولك ما تعملش كده طب ما عملش كده ليه من غير ليه خلاص أنت بتسكت دلوقتي لازم يكون فيه رد زي ما بسألتك كانت بتتكلم لازم يكون عندك مبرر آه ما تعملش كده عشان ده غلط عشان وعشان 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 لو ما عندكش المعلومة يبقى هنا أنت لازم تدور وزي ما كنا بنتكلم دلوقتي أنت بتساعد ابنك في تكوين شخصيته أنت بتكون شخصيت ابنك من أول ما بيبتدي يعي للأمور اللي حواليه ويبتدي إيه يفتح نيع الدنيا زي ما بنقول كده سنتين ثلاث سنين بيبتدي يشوف تصرفاتك وطريقتك وطريقة الحوار معاه وطريقة الحوار بينك وبين والدته بيتعلم منها بمناسبة يعني فطبعا لغة التواصل مما لا شك فيه حاجة مهمة جدا التواصل لازم يكون إيجابي لازم يكون فيه فن الحوار ما بين الأب والأم مع أولادهم لازم نخلق حوار لازم نتشاور معاهم لازم نشاركهم كمان كل حاجة بيعملوا ده حقيقة يا شازلي يعني لازم تعلموا من أول سنين عمره معنى كلمة التفاهم والاهتمام يعني يوضح له دايما أنك مهتمي بيساعد كتيرة الأباء بيبقوا مثلا عندهم شغل حتى بعد ما بيرواحوا من شغلهم بيبقوا قاعدين على لابتوب فالولاد بيبقوا بيسألهم حاجات أو بيكلموهم وهم عاديين مركزين هو شغل آه بس مهم كمان أنك تركز في كل كلمة بيقولها التفلا أو الأمهات في الناحية التانية معاها كمان شغل أو تليفون أو بتعمل حاجة اهتمامك بكل كلمة هو بيقولها كمان مهمة عشان الأطفال في السن ده عندهم خيال واسع قوي بيسرحوا بخيالهم ودلوقتي كل حاجة متاحة يعني معاهم موبايلات للأسف في سن صغير قوي بنشوف الأطفال معاهم موبايلات فبدل ما يعملوا هما سيرتش ويجي لهم أفكار يمكن بتتنافى مع أفكارنا أو أخلاقنا أو تربيتنا إحنا أحسن حاجة نوصل لهم إحنا الأفكار اللي بتتناسب معنا كمجتمع شرقي كبيت نفسه كل بيت وليه أفكار وليه معتقدات وليه 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 فالكلام اللي هيقوله أو الكلام اللي هيسأله مهم جدا أنه يعني إحنا اللي نوصله الإجابة بتاعته مهم كان الكلام ده بالنسبة لنا مش مهم أوي أو مش مفهوم لازم نجاوبه على أي أسئلة بيسألها التواصل مع أولادنا بيبني جسور كمان من الثقة القوية بيننا وبينهم ولا أنت إله لا طبعا كلامك صحة جدا اديهم جزء من وقتك دايما نخصص كده من وقتك طول اليوم جزء إنك تديه لأولادك تقعد تتكلم معاهم اسمع منهم شوف بيفكروا إزاي شوف عملوا إيه في المدرسة شوف خليهم يحكوا لك مثلا موقف حصل مع صحابهم هتكتشف حاجات يعني من اللي هم بيقولوه هتكتشف حاجات هم عارفينها بس محتاجين يتوجهوا للصح قد تكون المعلومة وصلها لهم غلط فلازم واجب عليك إنك تقعد تتكلم معاهم فكرة إن إنت اللي كاب بس أنت بتتكلم عنها دلوقتي إن إنت ممكن تكون قاعد ماسك قاعد على لابتوب مثلا بتكمل شغل مش أقول حاجة أو مثلا ماسك الموبايل قاعد على الفيسبوك أو أي حاجة من الحاجات دي لازم لما يسألك على حاجة تسيب اللي في إيدك وترد عليه لأن إنت كده بتعلمه إنه يحترم اللي قدامه لأن إنت لو مسكت الموبايل وردت عليه فأنت كده ارتكبت خطائين أول خطأ إنك مش مركز في الكلام اللي هو بيقوله فبتالي ممكن ترد عليه أي رد وتاني خطأ إنك معلمتوش احترام الشخص اللي بيكلمه لازم الشخص اللي بيكلمه بس أنت يكون بيبصره ده اللي حد ربنا عليه طبعاً وبيوري إن إنت مهتم بيه فعلاً تحبه لما تقولت كمان حاجة حلوة قوي ساعة كتيرة فعلاً بنبقى إحنا حتى على السوشيال ميديا فمش حاجة مهمة خالص بنعملها لكن حد بيتكلم إحنا مش بندي أي اهتمام بزيادة لأطفال بيبقوا كمان عندهم حساسية كده زيادة فإحنا بنتمنى إن إحنا نكون وصلنا لحضراتكم معلومة مهمة وابنتمنى إنه تدي الوقت أو الاهتمام للأولاد فده هيبني جسور ما بينكم وهيبني ثقة ما بينكم وأكيد أكيد هيطلع عجيال إن شاء الله في المستقبل يعني مفيش عند بقى ومفيش مشاكل هيبني شخصية سوية وشخصية فعلاً سوية إحنا بنصبح على حضراتكم بنتمنى لكم يوم جميل صباح الخير يا مصر